نصائح سهمكم من النقاط المهمة بالنسبة لي التوازن الذي يجب أن نحصل عليه ضع أهدافاً وأحلاماً لك في حياتك فهي أهم دوافع خلق التوازن في الحياة التوازن هو ما تراه أنت وليس ما يراه الآخرون البعض يجد توازن حياته بالعمل 12 ساعة يومياً البعض يرى هذا فقداناً للتوازن إلغي كل الأنشطة التي تثير فيك الإزعاج أو الغضب مثلاً لو كان الذهاب إلى مكان ما لا يروقك فاتخذ القرار بشكل مباشر أن لا تذهب حدد وقتاً محدداً لعمل لا شيء يومياً حتى لو كان عشر دقائق اكتب كل صباح كل المهام المطلوبة منك مهما كانت صغيرة لا تستصغر هذا النشاط فهو مهم جداً لمن يطبقه حدد الأولويات في حياتك ويومك ابدأ من الأهم ثم الأقل أهمية الأكل أيضاً مهم للغاية في خلق توازن نفسك وصحتك حاول التأكد من تناولك وجبات كافية من تناولك فاكهة وخضروات بشكل مستمر أحرص على النوم الجيد اهتم ولو بهواية واحدة على الأقل وأخيراً ابتسم واضحك ابحث عن أشياء تثير فيك الحس المرح دائماً لأن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى خلق التوازن ترجمة نانسي قنقر